نواصل معكم مشاهدين باقي فقرات العالم هذا الصباح واللي إلى ملفنا الصحي وحول مستجدات كوفيد 19 ففي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد متحور جي أن أو جي أن ون لفيروس كورونا المنحدر عن متحور أوميكرون في البلاد اسمه واي طويل كما أفادت بوجود النسخة المحدثة من لقاح كوفيد في 42 مركز صحي منظمة الصحة العالمية كشفت مؤخرا عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد جي أن ون على مستوى العالم ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% خلال 30 يوما مؤكدة في الوقت ذاته أنه بالرغم من سرعة انتشاره لكن لا تزال خطورة منخفضة في زمن لا يعرف الرحيل يستمر فيروس كورونا ورحلته المستمرة بمتحوراته وسلالاته حتى ظهر متحور جديد منحدر عن إحدى سلالات متحور أوميكرون ويحمل اسم جي أن ون أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية البديل المثير للاهتمام لانتشاره بسرعة البرق في عدد من دول العالم ولكن مخاطره لا تزال منخفضة كونه متحور جديد ما عندنا دراسات كثيرة عليه بعض الدراسات البسيطة التي طلعت بلجيكا وفي الصين أثبتت أن نسبة دخول الحالات للمستشفيات أو للعناية المركزة مثلا بعد الإصابة بهذا الفيروس تعتبر قليلة أو غير زايدة عن المعدل الطبيعي فهذا شيء مطمن من ناحية أن الفيروس هذا ما يعتبر فيروس شريس إلى الآن ما زلنا في بداية الحالات ما زلنا ننتظر دراسات أكثر طبعا لكن الدراسات المبدئية الأولية مطمئنة إلى الآن ولله الحمد تظل اللقاحات نورا يشع في ظلام التحديات الجديدة لكافة متحورات فيروس كورونا بما في ذلك متحور جي أن ون حيث وفرت المنظومة الصحية النسخة المحدثة من اللقاحات في 42 مركزا صحيا وهذه النسخة المحدثة تعطى كجرعة واحدة سواء للأشخاص الذين أخذوا التطعيمات من قبل الأشخاص الذين لم أخذوا التطعيمات يأخذون جرعة واحدة والأشخاص الذين أخذوا التطعيمات من قبل يستطيعون أن يأخذون النسخة المحدثة بعد مرور ثمان أسابيع الأقل من آخر جرعة أخذوها للتطعيم وهذه تكون من عمر خمس سنوات فما فوق السؤال المحوري هنا هل الأعراض الأولية للمتحور الجديد هي نفسها الموجودة في المتحورات السابقة؟ المتحور الجديد لقوا أن الأعراض هذه تكون أكثر شدة نتكلم عن حرارة جدا عالية نتكلم عن كحة نتكلم عن اختناقات مثلا تحدث للمريض نتكلم عن ألم جدا شديد في الجسم بالإضافة إلى هذا قد يؤدي إلى وجود التهابات في الجزء السفلي من الجهاز التنفسي حتى الآن لم ترصد المنظومة الصحية عن وجود إصابات بمتحور جي أن ون في البلاد وما زالت فرق الفحص الجيني مستمرة في عمليات التتبع لرصد الأنماط السائدة عن فيروس كورونا لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت جد لكم التحية مشاهدي الكرام مثل ما شفنا وياكم التقرير الإطاف وزارة الصحة أكدت أنها لم ترصد متحور جي أن ون لفيروس كورونا المنحدر من متحور أوميكرون في البلاد والحمد لله هذا شيء يطمنا فعلا ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد جي أن ون على مستوى العالم ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% خلال 30 يوما وهذا ما دفعها لتوجيه تحذيرات طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الدكتور غانم السالم استشاري الأمراض الباطنية دكتور غانم صباح كله بالخير صباح الخير وحياك كله ويانا في العالم هذا الصباح شنو هذا المتطور شنو هذا المتحور الجديد اللي يطالع لنا ومن فيروس كورونا مو خطر إن شاء الله بس نبي نطمن أيضا السعادة المشاهدين في البداية نسى الله سبحانه وتعالى يغفر للأمير الراحل الشيخ نوافل أحمد نسى الله سبحانه وتعالى ينديم الأمن والأمان على ديرتنا في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السموة من بلاد الشيخ مشعل أحمد الجامر الصباح الله يحفظه ويطول في عمره طبعا السؤال هذا مهم جدا والموضوع مثل ما أنتا شايف متروس بالسوشال ميديا متروس بالإعلام يتم تداوله في كثير من وسائل الإعلام العالمية والإعلام المحلي ونحن مبعيدين عن موضوع الجين وين لقيناه موجود في منطقة الخليج خاصة في مملكة العربية السعودية لما نتواجد هذا المتحور الآن في المملكة العربية السعودية فدائما الأسئلة التي تطرح سواء رحت في الدوانية سواء في العيادة في أي مكان تكتورت شون يعني كورونا لم يتبقى نخلص من حسال فهذا كلساء يائينا متحور يديد كلساء طلعينا بحسال في يديدة شن الموضوع فنرد ونقول أن هذا العالم عالم الفيروسات وعالم فريد من نوعه متميز بأشياء كثيرة وهذا طبيعة الحياة طبيعة الله سبحانه وتعالى ما خلق الكون في هذا تعاملنا مع الحياة الدقيقة من بكتيريا وفيروس فطريات وغيرها هذه الكائنات الحياة الدقيقة تحاول أن تستمر في الحياة ويصير بيننا وبينها دائما صراع فعشان تستمر في الحياة فتجد أسلوب في أنها تتغير يعني نحن دائما نكون سباقين كبشرية في أن نعالج من هذه الفيروسات ونسبقهم بخطوة مرات أهم يسبقون بخطوة وهذا ما حصل في 2019 لما سميه كوفيد 19 أن الفيروس طلع فجأة بشكل متحور جديد المناعة ما تعرفه الإنسان ما يعرفه وسبق الإنسان بخطوة وسبب الكارثة العالمية الله لا يعيدها ورحم الله من توفى منهم والحمد لله على أن قدرنا في وضعنا في نظام الكويت الصحي أن نقاوم هذا الفيروس ونطلع منه بأقل الأضرار والله الحمد مقارنة بمنظمة صحية أو دول الأخرى فبالتالي دائما هذه الفيروسات فيها طريقة أنها تجد طريقة للاستمرارية في الحياة والتحور هو أحد هذه الطرق نتغير من الشكل بحيث أنها تقدر هذه الفيروسات تعيش داخل الإنسان وتتغلب على المناعة بشكل مواقت مشكلة إذا صار التحور خطر ومعنى خطر أن يدخل في جسم الإنسان ويدخل المستشفى أو يدخل العناية مركزة أو لا سمح الله يؤدي إلى الوفاء هذه تكمل الخطورة لكن بعض المرات تصير المتحورات ليست دو أهمية بمعنى أنه لا تصير في أعراض ولا يصير في دخول المستشفى بعض المرات تصير بالوسط في أعراض بس ما في دخول المستشفى فهذا هو الذي أخذ الاهتمام العالمي في سبب المتحور الجديد فالسؤال هو ليش تصير المتحورات؟ المتحورات تصير كلما كان هناك نشاط فيروسي خلال موسم السنة حتى الفيروسات الأخرى تجد فيها دائما في تحورات دائما تتحاول تتطور لذلك عندنا أصلا تطعيم الإنفلونزل الإنفلونزل لكلنا نعرفها العادية سنويا لماذا نفعلها سنويا؟ لأن الفيروس يتغير وبالتالي هذه التغيرات ممكن تؤدي إلى أمرين إما أن الفيروس ينتهي من الحياة وبالتالي يوقف خلاص ما ينتشر بسبب خطأ في التحور أو أن التحور هذا يجعله شرس جدا وبالتالي يؤثر على حياة الإنسان أو يكون لا أهمية ما لا أهمية يسبب أعراض ما يسبب أعراض فهذه هي أسباب التحور خطأ في التحور خطأ في التحور ممكن أن يقتل نفسه هذا الفيروس خطأ التحور يجعله بطريقة أخرى بلغة يفهمها المشاهد أن يصير فيه مثل إعاقة يعوق نفسه وما يدري لأن التحورات تحدث على مستوى الحمض النووي كل فيروس في حمض نووي RNA في حمض نووي DNA هذه الفيروسات تنقسم هذه الشفرة الجينية مالتها تنقسم بطريقة معينة مرات يصير فيه خلل في الانقسام فتتولد فيروسات جديدة لأن التغير في مرحلة الشفرة الجينية يعطيها إعاقة يعطيها عدم القدرة على دخول الإنسان يتغير البروتين الشوكي أو يتغير نوع من تفقد خاصيتها في أنها تكون قادرة على دخول الإنسان أو قادرة على تسبب الأمراض أو قادرة على الاستمرار في الحياة فتنقضي هذه السلالة أو تنتهي أو تنعدم وتأتي سلالة أخرى أو لا تأتي أي سلالة ثانية في هذه الفيروسات وهذا الأمر وارد وإن شاء الله نتمنى أن الكوفيد ينتهي بهذه الطريقة إن شاء الله إن شاء الله تكون سهلة دكتور المتحور الجديد أو كان أي فيروس تقريبا ولكن أخصص عن جي أن ون ما هي الأسباب التي تخلي للانتشار الأكبر والأكثر وهل هذه الانقسامات هي الأحد الأسباب ومشان العوامل التي تخلي انتشار بهذا الكثير؟ ممتاز سنقول شيء نحن اليوم كلنا لاحظنا في العالم أن أعداد الإصابات صارت أكثر من المعدل قبل شهر في العالم كله وأعراض صارت شوي أشد مما كنا نعرفها فصار الإنسان يأخذ مثلا أعراض الرشح والصداع والتيابات الجيوب الأنفية تجاوزت عشر تأيام سبعين فبدأ المنظمات العالمية دائما فينا تواصل في منظمات الصحة كلها وتتواصل من منظمة الصحة العالمية لمنظمة الأم التي تدير العالم في موضوع الجانب الصحي فبدأنا نبحث ليش صار هذا الويروس لقيمنا أن فيروس كوفيد تحور صار في تغيير عنده في البروتين الشوكي وأعطي الاسم جي أن ون طبعا طريقة التسمية لها طريقة علمية لا يوجد وقت أن نخذ فيها لكن أخذ اسم جي أن ون فهذا هذا المتحور أخذ أهمية لأن أمرين الأعراض تتغير والأمر الثاني المدة الزمنية يعني بدأ لا يكون مثلا الرشح مدة ثلاثة ايام اربعة ايام صارت مدة طويلة وصارت بشدة أكثر لكن الحمد لله لما بدأنا نلاحظ الإجراءات هذه ما شفنا الفيروس بدأ يدخل زيادة في أعداد المرضى في المستشفى أو الحاجة إلى العناء المركزة أو حالات الوفيات والله الحمد فأصبح الموضوع الآن حذر بأننا نحاول ما ننشر هذا الفيروس بكثرة داخل المجتمع الإنسان أو المجتمع الدولي الأمر المهم والذي خل المنظمة الصحة العالمية تصدر تقرارات وتنبه ودولة الكويت كوزارة الصحة تنبه ووزارة الصحة السعودية ودول الثانية أن الفيروس هذا خلال فترة أنت عندك فيروس متحور الذي كان أوميكرون مثلا لكن الحين لدينا الجزء من الأوميكرون المتحور خلال أيام بسيطة من 30% من الإصابات إلى 45% من الإصابات خلال أيام يمكن أن يكون 50% من الإصابات خلال أيام يكون هو السائد في العالم يكون 90% من الإصابات إذا أن يجعله يتفاحل أين يجعله أين العوامل ميزة في التغير في البروتين الشوكي يجعله عنده سرعة في الانتشار يعني أنت الحين لما يكون واحد مصاب في هذا الفيروس من يكون في مثلا متجمع موجود في ثلاثة أربع أشخاص خمسة أشخاص وأكثر تلقى 40% منهم أصيبوا 30% منهم أصيبوا 50% منهم أصيبوا وينقلونه هكذا ينتقل بالتفل الصافح باليد ينتقل بالرداد ينتقل في التواصل القريب جدا فنجعل أن الفيروس هذا عنده قدرة على الانتشار السريل وأنه يؤدي إلى هذه الأعراض المزعجة المهم في الموضوع وهذا أهم شيء نريد أن نوصل للسادة المشاهدين أن الأعراض عليك عليك علي ممكن أن نتحملها نقاط في البيت نعزل نفسا لكننا نخاف على فئة معينة من المجتمع ولذلك لا نريد الفيروس هذا ينتشر بينهم خلصا كبار السن الحوامل الناس الذين يأخذ أدوية مثبتة للمناعة تنزل المناعة عندهم فلا يمكنهم قدرة على أن يقوموا من هذا الفيروس أو الناس الذين لديهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب الذين لديهم فشحة في القلب أو أمراض الرئة فشل في الرئة أو يأخذون أدوية للرئة أو الناس الذين لديهم فشل في الكلا أو يقومون غسيل الكلا والذين لديهم قدرة على أن يتحمل الأعراض هذه لأن الأعراض هذه شديدة جدا إن شاء الله لا تصيبكم لكن لو تسأل أي مريض اليوم من المصابين في هذا الفيروس أو المتحول الذي يجري أنوان يقول لك حد حيلي حد حيلي والذين الله يعطيهم الصحة والعافية ولذلك نحاول قدر الإمكان بوسائل التواصل الاجتماعي بوزارة الإعلام مشكورة مثل هذا البرنامج أن نوصل هذه المعلومة للناس أن هذا المتحور عليك إن شاء الله ما هو خطر لكن على فئة معينة من المجتمع ممكن يسبب خطورة ولذلك ساعدنا بإنما ننشر بين هذه الفئة من المجتمع جزاكم الله أخير وياك إن شاء الله تكلمت عن فئة معينة وهي المعنية في هذا المرض لأن لا سمح الله إذا أصابهم ممكن أن يتعبهم ممكن أن يدخلهم المستشفى إذا هذه الفئة نفسها نقول أننا أخذت اللي هو الفاكسين من الكورونا الجرعة الأولى الثانية في ناس وصلوا للرابعة صح ما شاء الله فعلى سبيل المساعدة هم لا يأخذون هذه الجرعة واحدة ثلاثة أيا كان راح ينضرون أيضا أيضا راح تأثر فيهم أم أن تكون مثلا تأثيرهم تأثير جنوى أقل عليهم موضوع التطعيم جدا مهم ومشكورني طرحته بهذا الشكل دائما هذا الموضوع ما أخذ صدى اجتماعي كبير في ناس مؤيدة للتطعيم في ناس معارضة للتطعيم ما ظلنا إلى الغال أبشر دكتور في ناس يقول كذا بيتزوج بيتزوج إذا البنت مطعمة ولا مطعمة لا نأخذ لا نأخذ يعني فيو بصلنا إلى هذه المرحلة في موضوع التطعيم التطعيم أخذ أخذ بعد زيادة عن لزوم المفروض يعني ما يأخذ هذا البعد في النقاش خلنا نقول لدرجة أن الناس تبتعد عن التطعيم أو تحاول تكره الناس بالتطعيم نحن نقول أن التطعيم هو اختياري بالنهاية ليس إجباري والتطعيم له فوائد كثيرة كلنا اليوم بعدما بدأنا في التطعيمات في تقريبا في بان بعد كورفيد ناينتين بدأت الناس تعرف أن التطعيم لا يمنع المرض وإنما يقلل من الأعراض وهذا دائما هي صفة التطعيم دائما التطعيمات كلها من تطعيمات الأطفال وغيرها كلها التطعيم لا يمنع المرض ولكن يخفف من الأعراض يمنع المرض عن بعض الحالات لكن ممكن للناس لكن الأكيد أنه يخفف الأعراض الإصابة بشكل كبير عند الناس المطاعمة وبالتالي التطعيم له فوائد كثيرة الآن كان الخلاف على موضوع التطعيم أنه ممكن تطعيم صار مستعيل صار مستعيل بطريقة سريعة ما تم تجاربه بكميات كافية نحن اليوم أخذنا التطعيم بتجربة حقيقية على البشر بتقريبا نسبة كبيرة من سكان كوكب الأرض كلهم خذوا التطعيم بمختلف أنواع ولكن لدينا مشاكل مع التطعيم بشكل كبير أو بشكل ملاحظ وهذا موضوع مهم جدا وبي دائما ركز عشان أيضا السادة المشاهرين يركزون إياي أكثر أنت قصدك أي تطعيم تطعيم في الونزة أم تطعيم كوفيد 19 وبي أركز على موضوع مهم أنه هناك أعراض جانبية من التطعيم لكن أعراض الجانبية إذا قرنتها بالفايدة وبالتالي نحن دائما في الطب عندنا بالانس أنت حتى لو تأخذ دوة في الأعراض الجانبية بس تسوي بالانس ما بين الفايدة والرزق أو الأعراض الجانبية وبالتالي أبي هذه المعلومة تكون واضحة أن التطعيم بإذن الله آمن أن التطعيم إلى اليوم كل التجارب التي صارت عليه سواء في المخبرية أو في الحياة العملية تؤدل أن الفوايد مننا أفضل من عدم أخذر الآن الفئات التي تكلمنا عنها التي هي آلية الخطورة الأفضل أن تأخذ تطعيم اليديد لأن أموكرون والجين وين المتعول اليديد التطعيم اليديد لآخر فيرجين الذي تفضلت فيه هو أفضل من التطعيم السابق القديم يعني لأخذوا تطعيمات قديمة المفوضة أن يجد التطعيم الآن خوصا للفئات كبار السن تطعيم في الونزة هذا لا تطعيم كوفيد ناينتين كوفيد ناينتين كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة ننصحهم بأنهم يأخذون التطعيم اليديد يمنع منهم الأعراض أو يخفف من أعراض الإصابة من المتحول الجديد الآن ما يبي أخذ تطعيم أقي نفسك من الإصابة أعزل نفسك ألبس الكمام غسل يدك لا تتواصل مع ناس مصابة إن شاء الله ما أعي لك شيء لكن إذا أنت حياتك تتطلب أن تتواصل تروح لمستشفى تراجع فالأفضل والأسلم لك أن تأخذ التطعيم لتجنب الإصابة أو تقليل من الأعراض إذا أصبت في موضوع المتحور الجديد من أماكن المتوقع فيها قبل شوي دكتور قلت أننا لازم نساعد بعض عشان نتخطى هذه المتحور الأخير أو المتحور اليديد بس إحنا شلون نقدر نمنع هذه التعرف إحنا كمجتمع كويتي متعودين على الألفة والزوارات وشذي يعني شنو ممكن تعطينا نصائح بخحول هذا الموضوع موضوع مهم جدا خاصة بأجواء جميلة ما شاء الله في ناس تروح المخيمات في ناس تروح الشالهات تطلع وبالتالي وماذا ما قلت تفضلت وهذا كلام إمي بل إمي صحيح أننا مجتمع جدا اجتماعي عندنا دائما التواصل الاجتماعي الجسدي بين الناس طريقة سلامنا القبولات طريقة القعدة على صحن واحد نقعد نتشارك في الأكل دائما هذا أمر واقع هذا أمر في مجتمعنا وبالتالي هذا الأمر مهم جدا وهذه النصيحة مهمة جدا لكل ناس إذا أنت مصاب أو تشعر بالأعراض أعزل نفسك عن الناس لأنك لا تستطيع تشارك الناس بهذا الشيء وتضرهم لأنه ممكن واحد من ربعك أو واحد من أهلك عنده كبير سن في البيت ستنقلها الإصابة وأنت لا تدري وهذا سينقلها للكبير السن ويأذيه وبالتالي الذي عنده أعراض ننصحها بشدة أنه يعزل نفسه مؤقتا عن المجتمع لكي تذهب لأن الأعراض يمارس حياتها طبيعيا هذا أمر مهم الأمر الثاني كل من هم من فئات المعرضة الإصابة بشكل كبير الأفضل أن يلبس بكمام إذا كان في أماكن مغلغة أو أماكن مزدحمة هذا مهم جدا أرد وكر أهم طريقة ومهمة جدا أن تغسل إيدك دائما محافظة عن أضافة اليد لأنها السبب الرئيسي في نقل الفيروسات بين الناس لأن يتصافح وكذا أنك دائما تكون إيدك مغسولة بشكل جيد أو بشكل ممتاز لا تلمس عينك إلى إيدك نظيفة لا تلمس خشمك إلى إيدك نظيفة لا تلمس حلجك إلى إيدك نظيفة تمنع الإصابة إن شاء الله بالفيروس وإن شاء الله خاصة في الملامسة يمكن نحن في بعض المرات من قبل في المتحور أو الفيروس يكون واضحة أعراضها في فئة من الناس مثلا لا تكون واضحة عليهم هذه الأعراض وفي ناس تخليها على أن والله أنا الجيوب والله أنا الحتاسية فلا تبدأ ما رح تعرف أن هذا مصاب أو غير مصاب 100% كلام صحيح لأن الأعراض خلاصا مع المتحور الجديد هذا ما نقدر نعرف إذا كانت هذه الإصابة شديدة أو إصابة من المتحور أو هي الرشح العادي أو هي الانفلونزة العادية أو غيرها وبالتالي اللي عندها الأعراض بغض النظر حتى لو كانت يعتقد أنها عراض بسيطة أنها يعزل نفسها لكن دعنا نتكلم عن العراض JN1 JN1 عراضة التي نرى الآن المدة الزمنية الطويلة وهذه مهم الشيء الثاني لا تختلف عن باقي الأعراض الثانية جوب أنفية رش براعيمة يحس فيها ممكن يكون صحبة حرارة ممكن لا يصحبة حرارة وهن يصير مثل عضلات تعبانة مع الأخلق يتحرك بعضهم يصير عنده صداع في بعضهم يصاب أيضا في الجهاز الهضمي ممكن يكون عنده مشكلة في الجهاز الهضمي يصير عنده إسهال أكرمكم الله أو يصير عنده التهار في البنكرياس مثلا في بعضهم يصاب بالعضلات سيكون ألم في العضلات أو يحس تنميل عادة أو بعض المرات مثل يقولون جسم مشايلة بالضبط وبالتالي هذه الأعراض التي تصاحب المتحول الجديد جين ون الآن إذا أصبت بهذه الأعراض أكيد أنها احتمالك كبير أنك تكون مصاب بكوبيد أو بمتحول الجديد فأعزل نفسك إذا أنت مصاب بشيء بسيط تحس أن جيوب أنفية فقط رشح بسيط أيضا أعزل نفسك حرصا على أنك لا تنقل الفيروس إلى سلامة آخر طيب أنا بس عندي ناس مثلا أعرف هم ما خذوا تطعيم كورونا نعم لكن خذوا تطعيم قاعد يأخذون التطعيم السنوي نعم ما الفرق ممكن أنه يصاب في هذا المرض أو لا يصاب إن شاء الله وإن شاء الله ما يصاب فيه أو أيضا شنو الأفضل نعم بين هذين شوف التطعيم من الفلونزا يختلف عن تطعيم الكوفيد 19 هذا شيء وهذا شيء آخر هذا سلسلة فيروسات مختلفة وهذا سلسلة فيروسات مختلفة هذا عائلة وهذا عائلة يعني ثانا مختلفين عن بعض فملا يمكن أن تقارن الأثنين مع بعض هذا حالة مرضية مختلفة وهذا حالة مرضية مختلفة الآن إذا خيطت الانفلونزا التطعيم السنوي وهذا أمر مهم وجيد وننصح فيه الكل خلصا أيضا الناس يروحون للحج أيضا يجب يأخذونه فالانفلونزا السنوي لا يقيك من الإصابة بكوفيد 19 والأكس صحيح إذا تطعيم وهذا تطعيم مختلف أخذهم مع بعض لا يضر ويفيد الإنسان ويمنع من شدة الأعراض بالإصابة بالفيروس الإنفلونزا أو بأعراض الكوفيد 19 الذي يأخذون الإنفلونزا السنوي حييهم وهذا يدر على ثقافتهم العالية الطبية لأن الإنفلونزا مرض أيضا يعتبر مرض قاتل إذا أصيب الفئات التي تكلمنا كبار السن أو الحوامل أو الناس التي لديهم أمراض مزمنة أو أدوية مثبتة المناعة فالإنفلونزا أيضا مرض خطير وبالتالي ننصح لكل أن يأخذ الإنفلونزا السنوي لأن نفس فيروس كوفيد يتغير فكل سنة في تطعيم يقل إنسان من المتحورات الخاصة بمرض الإنفلونزا الفيروس المتحور السنوي التطعيم القديم اللي أخذنا في البلدائية غير اللي أخذنا بعدها بسنتين غير اللي أخذنا الآن أو المتوفر الآن في دولة الكويت مشكورة أنا ما أخذ ثلاث أخذ بعد لها بس كل مرة يتطور يتغير المتحور شوف كلامك منطقي وبالتالي أكثر الناس تخاف من التطعيم أنا أقول لك الخوف هذا له مبررات في ناس تقرأ لكن دائما أنصح اخذ المعلومة من مصدرها إذا أنت إن شاء الله إنسان صحيح وأمورك زينة وأمورك طيبة وخذ تطعيم الأول والثاني ما يالك شيء غالبا وبإذن الله إن شاء الله أي تطعيم تأخذ من الكويت بإذن الله حاصل إذا كانوا تطور الآن تطعيم اليديد إن شاء الله ما رح يصيبك أي شيء نحن نقول اليوم أن التطعيم هذا أخذ مثل ما قلنا في البداية بعد في النقاش الاجتماعي أصاب بعض الأشياء الغير منطقية بعض الإشاعات وهذه نصيحة للكل يا جماعة لا تحط في ذمتك كلام أنت ما تعرفه وبعدين يه واحد ما يطاعم ويصير عنده مشاكل صحية ويسيب الناس مع كرامك فأنصح الكل اخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي اخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فيه يعني إحنا كأطباء وظيفتنا هو أن نحافظ على حياتك وليس وظيفتنا نضرك وليس وظيفتنا نوجهك إلى توجيه الخطأ وظيفتنا نوجهك إلى توجيه صحيح لماذا صرنا أطباء نصير شيء ثاني أحسن نحن أطباء نريد أن ننصحك بالشكل الصحيح لمصلحتك لمصلحتنا لمصلحتنا كبشرية وليس كلام اليوم غانم أو الدكتور غانم هذا كلام عالمي دكتور غانم بعض الأطباء هذا الخلاف في كل تخصص هناك خلافات لكن الخلاف لا يعني أننا نضرك وبالتالي الأمر المهم أن تأخذ خلاصة هذا الخلاف أنت ما تأخذ جزء وتخلي جزء في خلاصة يقعدون الناس على طاولة ويتناقشون بشكل علمي وبشكل منطقي وبشكل محترف جدا هذا الأمر بيوم وليلة نأخذ قرار مثلا بإنفلونزا بتطعيم كمجموعة بحوث علمية ترصد هذه الحالة وتأخذنا على تدرس سنوات تدرس مجالات متعددة بمختبرات بكميات كبيرة وبعدين نحن اليوم نأخذ الراي العالمي نقعد مع منظمات صحة العالمية نقعد مع دول متعددة بعدها يتم أخذ القرار لمصلحة المجتمع بالشكل الصحيح دكتور نحن تقريبا ما شاء الله في الكويت الوعي عالي والوعي أيضا الصحي والطبي عالي وتبارك الرحمن يعني الجهود كبيرة من وزارة الصحة الصحة وكذلك من الطرف الآخر كالشعب كل الجميع اللي موجود على هذه الأرض أنهم مهتمين أكيد في الصحة وما تقدمها وزارة الصحة أكيد بشكل مجاني لرعاية صحتهم كل شكر لك أكيد دكتور غانب السالم استشاري الأمراض الباطنية شكرا جزيلا على وجودك معنا الله يحفظكم ومزاكم الله خير وأتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله وأتمنى أن دائما نركز على أن نأخذ المعلومات من مصدرها الرئيسي نأخذ المعلومات من مصدرها الموثوق لا ننتبه للإشاعات الإشاعات في غالب الأمر ضارة للإنسان والتطعيم هو اختيار وليس إجبار كل إنسان عنده قدرة مثل ما تتفضلتي ثقافة يقدر يأخذ قرار المناسب لما يرامل مصلحته الخاصة ومصلحة مجتمعه وأتمنى للجميع إن شاء الله يا رب السلامة وأشكركم على استضافة وسعى أتباركم معي شكرا جزيلا للدكتور